يا اهلا بالناس السنانية ده فيديو اتمنى انه يكون سريع ان شاء الله عايز بس انبهك لحاجة سياسة جديدة مش جديدة يا قوي يعني لكن لكن يعني تطبيقها بقوي على يوتيوب دي سياسة المعلومات الطبية الخاطئة المتعلقة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لو انت ما عندكش قناة على يوتيوب فغالبا انت ما شفتش السياسة دي او مش هتتعامل معها لكن بالنسبة لي او واحد بيعمل محتوى على يوتيوب يعني دي واحدة من السياسات اللي ممكن تقفل القناة بمنتهى البسطة طبعا سياسات يوتيوب اللي تقفل القنوات ملهاش عدد لكن يعني دي واحدة بتطبق دلوقتي بقوة وزي العادة سياسة غمضة يعني ده حيأصل عليك بالنسبة الواحد زي او بالنسبة الغيري طبعا ان انت مش هتعرف المعلومات الكاملة سبب انك مش بتعرف المعلومات الكاملة سياسات زي السياسة اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي السياسة دي بتتكلم على المعلومات الطبية الخاطئة يعني هي مبدايا ان العنوان بتاعها بيافطلت حاجات المعلومات اللي انت حتقولها دي معلومات طبية خاطئة وللتمويه بتقولك ان ده متعلق بفيروس كورونا لان دي كانت طلعة فهوجة كورونا خليني كده فراجت بسرعة على ايه هي السياسة دي اولا ماينفعش تنشر اي محتوى على فيروس كورونا النصف جد على يوتيوب يهدد بخطر حدوث ضرر ايه هو الضرر او الضرر الجسيم اللي هما بيكلموا عليه ده ده حاجة كده عامة هولمية حاجة التانية ماينفعش تنشر على يوتيوب حاجة تكون معلومات طبية خاطئة ايه هي بقى المعلومات الطبية الخاطئة هنا تتناقض مع المعلومات الطبية التي تقدمها هيئة الصحة المحلية او منظمة الصحة العالمية باختصار كده لو انت حتقول حاجة غير منظمة الصحة العالمية بتقوله معلوماتك خطئ ولغم ان المنظمة الصحة العالمية دي اصلا مش حاجة مش حاجة لسمية يعني نعرف الناس بتستغلق ده في الوضع اللي احنا عايشين فيه النهاردة منظمة الصحة العالمية دي كائن هلامي مهاش منظمة حكومية بتاعت بلد مهاش منظمة حكومية حيث ان احنا عايشين في حكومة العالم دلوقتي للحكومة الدولية للحكومة العالمية المختفية لكن هي مهاش منظمة لسمية يعني منظمة الصحة العالمية دي منظمة استشارية لكن لو انت قلت اي معلومة مضادة او حتى في احتمال انها تؤول خطأ من قبل منظمة الصحة العالمية فانت بتقول معلومات طبية خاطئة فلو انت بتقول كلام يتناقض مع الارشادات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية او هيئة الصحة المحلية حول ما يلي ايه بقى ما يلي العلاج الوقاية التشخيص انتقال للعدوى او حتى حقيقة وجود فيروس كورونا يعني انت لو واحد من الناس اللي بتقول كورونا ده افتكاسة لو انت سمعت واحد بيقول الجملة دي املكده كورونا ده افتكاسة فانت دلوقتي قناتك لازم تتفل لو انت قلت العلاج اللي بيتقدمه وزارة الصحة العالمية اللي هو مش موجود يعني مفيش علاج للفيروس ده على حسب كلام منظمة الصحة العالمية لو انت قلت الحاجة الفلانية دي بتعالج فيروس كورونا فانت قناتك لازم تتفل لو انت قلت اشرب لمون عشان اللمون ده بيقوي منعتك وبيديلك يخلي جسمك يقدر يقوم امراض اللي احنا نقول عليها برد وانفروانزا وبما فيها الامراض اللي هي زي كوفيد تسعة عشر فقناتك لازم تتفل التشخيص وانتقال العدوى يعني لو قلت اي حاجة ليها على اخب فيروس كورونا لازم تبقى بتسمع الكلام وإلا قناتك تتفل وزا كان ده بالنسبة لك مش كفاية لانك تتوه وتبقى مش فاهم هم عايزين ايه وده طبعا المعصود بالسياسة دي فحطط لك ملاحظة بتقولك ان السياسات المتعلقة في فيروس كورونا تخضع للتغيير وفقا للتغييرات التي تطرق على ارشادات هيئات الصحة العالمية او المحلية يعني باختصار كده لو بكرة صبح طلت وزارة صحة في بلد من البلاد قالت مفيش حاجة اسمها فيروس كورونا فالسياسة دي هتتنقض مع نفسها لان هتبقى فيه منظمة الصحة العالمية بتقول فيه حاجة اسمها فيروس كورونا وفيه وزارة صحة بتاعة بلد بتقول مفيش حاجة اسمها فيروس كورونا فكده انت فحص بيس يعني لو بشيت كده غلط ولو بشيت كده غلط رحلتين وكمان ممكن ان يحصل تأخير ما بين ان منظمة الصحة العالمية تطلع ارشادات وان يوتيوب تنشرها فبالتالي لو طلعوا ارشادات جديدة او معلومات جديدة منظمة الصحة العالمية وانت عامل كليب قديم كنت ماشي فيه على الارشادات القديمة والارشادات الجديدة دي تنقضت مع الارشادات القديمة فبقى الكليب بتاعك اوتوماتيكلي مناقض لمنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة فحتتقفل القناة تتفر القناة. وقد لا تشتمل سياساتنا جميع رشادات هيئة الصحة المحلية ومنظمة الصحة العالمية. يعني كمان يعني له مزاجي. هو باختصار كده السياسة دي معمولة عشان لو انت بتقول كلام مش عاجب يوتيوب. مش عاجب الناس اللي ولا يوتيوب. فبالتالي قناتك تتفر وبالتالي يبع عندهم عزر الله. ويجب ان هم مش محتاجين اعذار الناس بصراحة. افعلوا قنات كتير من غير اي اعذار. لكن يعني. معنى هذه السياسة بالنسبة اليك. ما تنشرش معلومات خاطئة حول الالاج. وبعدين هذه البنود بتاعتها. زي ما قولنا كده كلام فارغ كلام عام ملوش معنا. ما تنشرش معلومات خاطئة حول الوقاية. حيث ان محدش يعرف المعلومات الصحيحة حول الوقاية ولا المعلومات الصحيحة حول الالاج. حيث ان هم بيقولوا ان ما فيش علاج. فما تنشرش معلومات خاطئة. وبالتالي اي معلومة ممكن تقولها ممكن تبقى خاطئة. فبالذات الادوية الناس كتير بتتكلم عليها انا الحمد لله يعني انا شايف كل ده على بعضه كده عك حيث تحرف بتتكلم في السياسة وبحيث ان ده ممكن يبكيب اللي هي في القناة يعني كل قصة كورونا دي بالنسبة لي ده رائي حيث ان انا من حقيق اقول رائي لسه نظريا حسب كلامهم يعني رائي ان كل ده عك مفيش حاجة اسمها للفتكاز ده لكن فيه ادوية فيه ناس بتقول مش وزارات الصحة ولا منظمة الصحة العالمية فيه ناس بتقول ان فيه ادوية معينة بتقضي على الفيروس ده وانا معرفهاش يعني انا مش في دماغي الموضوع كله لكن يعني هم هنا كانت بتهالي الايفرمكتن والهايدروكسي كلوروكوين انا عارف انا اسمعت الاسماء دي قبل كده على منصات تانية غير يوتيوب للناس اللي بتقول دي حاجات بتعالج الفيروس المفتكز ده فهم بيقولك لو انت قلت ان دول بيعالجوا او بياقوا من الفيروس ده فقناتك حتتقفل لان ده معلومات خطيرة لو انت قلت ان لقاح فيروس كورونا اللقاح اللي انت بتاخده علشان اه يعني مايجيلكش الفيروس يعني الناس اللي خدت كل الناس اللي خدت لقاح بيت اكتر الناس موارضة ان يجيلها الفيروس حسب الاحصائيات العامة العالمية لكن يعني لو انت قلت ان اللقاح ده حيحطه فيه مواد او اجهزة مصممة لتعقب الاشخاص عشان بس تبقى فاهم ان دي معلومة منتشرة لدرجة ايه دي بقت في السياسة يوتيوب لو انت قلت ان اللقاح ده حيبقى جواه الامر ايه مثلا التكنولوجيا اللي معمولة عليها اللقاحات ديه حيحطوا فيها مواد او اجهزة معمولة عشان تتعقب الاشخاص اللي خدوا اللقاح ده او تعرف ام مين فده هيفر لقناتك لو انت قلت انهم حيددو لك اللقاح ده من غير ما تاخد بالك فده هيفر لقناتك يعني دي سياسات يوتيوب انا مش بقول حاجة من عندي يا جمع دي سياسة يوتيوب هي الصفحة قدامك ايه انا جايب لك العنوان فوق عشان تقدر تدخل تشوفها بنفسك لو انت قلت ان فيه دواء معين منظمة الصحة العالمية بتقول عليه مش دواء فقناتك هتتفل لو انت قلت انا عملت دواء في بيتي عالجني فقناتك هتتفل لو انت قلت من 2019 لغاية النهاردة 2023 الناس عمالة تقول فيه فيروس كورونا والنداء معدي والنداء بييجي للناس عن طريق انهم يعودوا مع بعض والكلام ده من غير ما يلبسوا ماسكس فقناتك حتى تفل ده حقولك بس معلومة لما قنات تفل يبعدهم سبب يعني انا من فضل ربنا علي انا ومراتي وولادي وتسعين في المية من انتي الكبرى الكبيرة يعني العيلة الممتدة الخلان والعمام معرفش يمكن خمسة في المية جالهم الفيروس ده الحمد لله لكن لو انت قلت الكلام ده قناتك تتفل الظريف في السياسة دي انها بتقولك ان انت لو قلت الصلاة بتخلي بالك بس الصلاة او التأمل او اي حاجة ديها علاقة بالروحانيات اللي هما بيسموها روحانيات اللي هي من الاخر كده الدين يعني لو انت قلت ان ده بيساعد على علاج كورونا فانت قلتك هتتفل هو ده كله ده يعني كل الصفحة اللي انت شايفها ده الهدف اللي هو عايز يوصلي ان انت لو قلت تصلي لو قلت ادعي ربنا ده كده قال انتك هتتفل فحتلاقي بعد كده ديسكليمر في كل كليباتي بعد كده بتقول انا لا دكتور اي انا مش دكتور يعني انا مش دكتور ولا عندي معلومات طبية من بتاعة الطب الغربي ولا بحب الطب الغربي ولا بتعالج الحمد لله بالادوية في تسعين في المية من الحاجات تسعة وتسعين في المية من الحالات وده كله من فضل ربنا علي انا عارف الناس بتبقى هتموت عالدكتور ده يعني ده من فضل ربنا علي من ان الحمد لله ما ليش علاقة بالطب فلو انت قلت اي حاجة من الحاجات ديت حتى لو انت دكتور عشاني ببس واضح لو انت دكتور وطلعت قولت زي ما حصل كده وقت هوجة كورونا في الاول وطلعت الدكاترة اللي بتفهم قالت ده كله كلام فاضي وده كله كلام مش علمي ان انت تقول خد لقاحة هو ده ما تجربش على اي حد في الدنيا وخده واذا مدت مدت ازا عشت عشت يعني ده كله كلام مش علمي والناس دي كانت بالالاف ودول ده كترة اهم يعني واخدين شهادات من الجامعات اللي هم فرحانين بيها لكن لو قال الكلام ده برضو قناة الدكتور فحتلاقي بعد كده كريبات بتاعتي عليها ان شاء الله دي سكريمر بيقولك انا مش دكتور اوكي والمعلومات اللي انا بقولها لك دي كلها معلومات انساها رميها في الزبالة فاذا كنت من الناس اللي امتبعاني اعرف ان ده زيادة بيخليك لازم تقرأ بين السطور في الكلام اللي انا بقوله يعني او الاسهل انك تشوف الكريبات على المنصات التانية اللي هي زي اوداسي وبيتشوت من فضلك روح من يوتيوب على المنصات التانية دي انا موجود على القنوات دي عايز تتفرج على الحاجة كاملة شوفها على المنصات دي بس كده واشوفكم على خير ان شاء الله